ما أسوأ أن يتحدد مصير شعب كامل بكذبة تسع عشرة سنة مرت منذ الغزو الأمريكي للعراق غزو بررته الإدارة الأمريكية بمزاعم عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل تلك الأسلحة التي لم يعثر عليها برغم مرور ما يقرب من عقدين من احتلال العراق وتدمير مقدراته وتسليم زمام الحكم فيه إلى أتباع النظام الإيراني تسعمائة وخمسة وثلاثون تصريحا كاذبا بشأن التهديد الذي يمثله العراق وعلى الولايات المتحدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج دابليو بوش في الفترة ما بين 2001 و2003 بحسب مركز النزاهة العامة الأمريكي في تقرير نشر في 2008 ما يضع تلك الإدارة الأمريكية في مقدمة أكثر الإدارات كذبا ربما في العالم أجمع وبحسب تقرير لصحيفة بوبليكو الإسبانية فإن الولايات المتحدة وحلفائها استخدموا وثائق وبيانات خاطئة ومعلومات مغلوطة وعملا استخباراتيا مخادعا لبناء قصة تبرر حربها على العراق تلك الحرب التي أنهت عمليا كيان الدولة في العراق ليتحول بعدها إلى بلد تحكمه الميليشيات وتتحكم فيه أحزاب فاسدة لا تبالي بما يلاقيه العراقيون من عنة ومعاناة بسبب الاحتلالين الأمريكي والإيراني وبعد مرور نحو عقدين على الغزو يتجدد الجدل تزامنا مع ما يراه العالم من ازدواجية في المعايير وعنصرية بغيظة من جانب الدول الغربية إزاء ما يجري من انتهاكات واستهداف للمدنيين في أوكرانيا من قوات الغزو الروسية بينما يغضون الطرف عن أكثر من مليون قتيل مدني عراقي دون ذنب أو جريرة سوى أنهم ليسوا من ذوي العيون الزرق أو الشعر الذهبي